كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى من المعدلات تندفع إلى المملكة تعمل على جعل الأجواء أقرب إلى الصيفية خلال بدايات هذا الأسبوع المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري إذن مع تقدمنا واقترابنا من الاعتدال الخريفي ترتفع درجات الحرارة إثر الاندفاع كتلة هوائية ذات درجات الحرارة أعلى من المعتاد باتجاه المملكة لكن ذلك يستمر فقط حتى يوم الثلاثة تغييراتها مع الحالة الجوية متوقع عقب ذلك تجدون التفاصيل ذلك في النشرة الجوية الأسبوعية أما بالنسبة للأيام القليلة القادمة فمن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر المملكة باندفاع تدريجي لكتلة هوائية وتوصف بأنها ذات درجات حرارة أعلى من المعدلات تؤدي لارتفاع تدريجي في درجات حرارة تأتي هذه الكتلة قادمة من الجزيرة العربي باتجاه المملكة كمان نراحظ إذن هذا يوم الأحد ومن ثم يوم الاثنين تشير هذه الألوان التاكن الاقتراب هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا باتجاه ولكن الأمر الذي سيعله على جعل الأجواء كأنها أقرب إلى الصيفية من كونها إلى الخريفية وتصل حتى ذروة ذلك التأثير يوم الثلاثة لتغطي معظم مناطق بلاد الشام توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة نجدها هنا بأن الأحد درج حارف العاصم عام 29 درجة مأوية ترتفع إلى 31 درجة مأوية تقريبا يوم الثلاثة وتصل إلى 32 درجة مأوية يوم الثلاثة وتكون الأجواء خاصة يوم الثلاثة مائلة للحرارة في ساعات الظهيرة والعصرة تتحسن أيضا الأجواء في ساعات الليل وتصبح مناسبة للجلسات الخارجية تصل الصغر إلى 19 درجة مأوية يوم الأحد 21 درجة مأوية يوم الثلاثة يوم الثلاثة بما شئت الله تعالى بالعودة إلى الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصم عاما تصل إلى 18 درجة مأوية الأجواء تكون صافية بشكل عام في أغلب ومختلف المناطق تميلة لبرودة قليل هذه الأجواء خاصة في ساعات الليلة المتأخرة في مناطق مثل السهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية العالية وأيضا ترتفع نصب الرطوبة بعض الشيء في المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والجنوبية بشكل عام نتعرف على درجات الحارة العظمى المتوقعة نهار يوم الأحد والصغرية الأحد على الأثنين في مدن ومحافظات المملكة ونبدأها من مدينة إربد شمالا درجة الحارة العظمى توقع أن تكون 30 درجة مأوية والصغرية 20 والأجواء مشمسة جرش 32 إلى 20 وفي المفرق 32 إلى 19 وفي عجدون من 29 إلى 18 درجة مأوية انتقال المناطق الوسطى في العاصمة من 29 إلى 19 في البلقاء 30 إلى 19 في معدلة 30 إلى 20 درجة مأوية تصل إلى 36 درجة مأوية في البحر الميت وصغرى 28 وتكون 32 إلى 21 درجة مأوية في الزرقاء المناطق الجنوبية تكون في الكرك 29 إلى 19 والأجواء مشمسة 28 إلى 19 في الطفيلة طهبة إلى تقريبا 27 إلى 17 في جبال الشراء 33 إلى 22 درجة مأوية في معان وعموم مناطق البادية الجنوبية وتتفع في العقبة إلى 37 درجة مأوية في ساعات النهار وتميد الأجواء للحرارة بشكل واضح في ساعات النهار وصغر إلى حوالي 27 درجة مأوية ختام هذه الجولة في المناطق الشرقية تكون في الوجهة 36 إلى 21 والأجواء مأوية للحرارة في ساعات النهار 35 إلى 21 في الصفاوي و35 إلى 21 أيضا في الأزرق هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة المزيد من التفاصيل عن الاعتدال الخريفي في فيديو خاص عن ذلك والمزيد من التفاصيل عن الحالة الجوية لهذا الأسبوع وإذن تجدونه في النشرة الجوية الأسبوعية دمتم دائما بخير ومحبة إلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة